اشتركوا في القناة بعد كده قدروا يسجلوا هدفين في الشوت التالت والشوت الرابع من الوقت الإضافي هارض لك لمنتخبنا الوطني الأولمبي اللي ما أصرش إطلاقاً في هذه المواجهة كنا نأمل ونحلم والمنتخب ادنا الأمل أنه حنوصل المباراة النهائية بس احنا عملنا اللي علينا وزيادة ما فيش حد أصر ما أدرش أقول إنه فيه واحد بس النهاردة في أرض الملعب أصر لا جهاز فني أصر ولا لعيبة أصرت عملنا أقصى حاجة ممكن نعملها زي ما قلت لك قبل الفاصل الأمور البدنية تلعب مبارتين وربعات بوقت إضافي النهاردة كمان بتلعب بوقت إضافي منقوص العدد بعشر لعبين فالأمور صعبة قدام مين بقى قدام فرنسا أقوى منتخب في هذه البطولة على ملعبه وسط جمهوره تلعب منقوص العدد صعبة 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 جدا 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 فقط معجزة كان ممكن تنجينا النهاردة من الخسارة في الوقت الإضافي بس الحمد لله على كل شيء عندنا مباراة مهمة جدا زي ما احنا يا شباب زي ما احنا يا شباب مقفين على رجلينا مباراة قدام المغرب يوم الخميس الساعة 6 على الثالث والرابع ناخد البرونز حمد لله حمد لله هتبقى نتيجة عظيمة ومرضية ومرضية جدا إن شاء الله بإذن الله نمسك نفسنا نقف على رجلينا وإن شاء الله نفرح بميداليا أو الميداليا في لعبة جماعية في تاريخ مصر في الأولمبياد نقدر؟ نقدر إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن المباراة دي تفصيلا في الجزء الثاني من هذه الحلقة مع ضيوفنا شاب الدين هيكل وأيضا محمود شاكر طيب فيه خبر النهاردة مريح ده اللفظ المناسب خبر مريح مريح فيه عدل خاصة وأن القيادة السياسية لا تتردد في الوقوف إلى جانب المواطنين للكشف عن ملبسات القضية برمتها وتأتي توجيهات الرئيس اتصالا بعدد من المواقف والقرارات المنحازة للشارع المصري والمواطنين وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تنحاز لتحقيق العدالة وكشف الحقائق بشفافية ونزاهة كما يأتي القرار استكمالا لموقف سيادته الراصخ بدرق أي محاولات للخروج عن القانون مريح خبر مريح العدل يا جماعة العدل لما يجي العدل لما يجي ترصيخ القانون من أعلى سلطة في الدولة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا تتطمن ترتاح تقول إن في شاب لقى مصرعه في أرض الملعب بعد أزمة قلبية وحصية الظروف الصحية اللي ما منقدرش حتى نستعدها تاني والناس كتيرة كانت زعلانة غبانة متضايقة على حق أحمد رفت مجدبش عليك وأنا النهاردة أقولي كلمتين دول لأول مرة لأول مرة في مثل هذه الأمور في مثل هذه الأمور لا يجوز القاء الاتهامات حتى لو حتى لو شكك يقترب من اليقين شكك يقترب من اليقين أنا زيك أنا شكي يقترب من اليقين طيب من اللي يخلي يقين جهات التحقيق لعمل النهاردة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل الملف إلى النيابة العامة علشان تحقق في الأمر فيقينا يقينا يقينا يزهر لنا مين اللي شارك أو تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في وفاة أحمد رفت أنا بالنسبة لي العدل دايما بيأتي أولا من عند ربنا سبحانه وتعالى وكنت قلت حتى بيني وبين نفسي يعني والله يا أحمد رفعت لو حقه ما جلوش في الدنيا فربنا كبير ربنا كبير قادر إنه يجيب له حقه في الدنيا أو في الآخر أو في الاتنين من كل قلبي من كل قلبي بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل قلبي طي النهاردة ريحتنا حضرتك النهاردة خلتنا حاسين إنه بلدنا بتخاف على كل واحد فيها وتخاف على حق كل واحد فيها وتقدر بلدنا بالقانون تجيب حق كل واحد فيها فرحان لأسرة أحمد رفعت النهاردة هينام ومرتاحين وهم عارفين إن حق ابنهم راجع راجع جاي جاي ربنا يرحم أحمد رفعت إن شاء الله بإذن الله أكيد بإذن الله يا رب يا رب يكون في الجنة إن شاء الله وحقك راجع يا أحمد يا رفعت إن شاء الله بإذن الله نمرتاح وحقك رغم